موسيقى ارحب بك من جديد صديق المشاهد في حلقة جديدة من هذا البرنامج الاسبوعي قصة الكنيسة القصة التي نتابعها مع هذا السفر المقدس سفر اعمال الرسل الذي يحكي هذه الحقبة من تاريخ الكنيسة التي فيها نرى عمل الله بقوة رغم التحديات والضيقات والالام لكن رأينا نمو الكنيسة هذا النمو المبارك سواء في اورشاليم او في اليهودية او في السامرة والى اقصى الارض نحن ما زلنا في محاكمة الرسول بولوس ووصل الان الى السجن في قصر هيرولوس في قيصرية في الايات 31 الى 35 من اصحى 23 من سفر الاعمال العسكر اخذوا بولوس كما امروا وذهبوا به ليلا الى انتي باترس وفي الغد يتركوا الفرسان يذهبون معه ورجعوا الى المعسكر واولئك لما دخلوا قيصرية ودفعوا الرسالة الى الوالي احضروا بولوس ايضا اليه فلما قرأ الوالي الرسالة وسأل من اية ولاية هو ووجد انه من كيليكية قال ساسمعك متى حضر المشتكون عليك ايضا وامر ان يحرص في قصر هيرولوس زي ما شفنا انه نقل بولوس في حراسة مشددة من اورشاليم الى قيصرية رفقته كل القوة حتى مدينة انتي باترس وعندها رجع المائتين عسكري الى اورشاليم وبقي معه الى قيصرية السبعين فارسا فالطريق بعد انتي باترس اقل مسافة واكثر امنا من ذي قبل وبعد ان وصل بولوس الى قيصرية وعلم فيليكس انه من كيليكية اخبره انه سيحاكم محاكمة قانونية لما بيقوله ساسمعك بعد حضور المشتكين عليه الذين اشار اليهم كلديوس في رسالته وامر ان يحرص في قصر هيرولوس وكان الولاة الرومنيون يسكنون هذا القصر وبيه مكان خاص لسكن الجنود ثم تبدأ محاكمة الرسول بولوس في قيصرية واللي اخدت جزء كبير من سفر الاعمال اصحح 24 اية 1 الاصحح 26 اية 32 ويلاحظ انه البشير لوقة خصص هذه الاصحات السلاسة كاملة لمحاكمة بولوس في قيصرية لان بولوس مسهل امام سلاسة من الحكام الرومان فيليكس وفاستوس واغريباس والمشتكون عليه شيوخ اليهود بقيادة ترتلوس الحكام يمثلون روما في قوتها السياسية وسيادتها على العالم وشيوخ اليهود بيمثل ارشاليم في تديونها ونمسها وتقصها وكأني ببولوس الرسول يواجه القوتين معا القوة السياسية والقوة الدينية اليهودية من الغريب انه كما حوكم يسوع هكذا بولوس فقد كانت هناك تهمة ضد يسوع خاصة باليهود اذ هو حسب شهادتهم الزور ضد الهيكل وانه يدعي انه المسيح ابن المبارك اما تهمته الخاصة بالرومان فانه يفسد الامة كل الكلام هنا عن شخص الرب يسوع ويمنع ان تعطى جزية لقيصر قائلا انه مسيح ملك نفس نوعية هذه التهم وجهت لبولوس وكان دفع بولوس عن نفسه اني ما اخطأتي بالشيء لا الى نموس اليهود ولا الى الهيكل ولا الى قيصر وبالفعل كان بولوس بريئا من كل هذه التهم مثل سيدين في دفاع بولوس زي ما هنشوف بعد كده يؤكد انه الانجيل اللي بينادي به لا يعاد اليهود او الرومان بل بيدعم سلطة القيصر وبيحقق رجاء اسرائيل وكان بولوس حريص امام القضاة انه هو يقدم نفسه كمواطن روماني صالح وابن صالح لاسرائيل بولوس دافع عن نفسه امام جموع اليهود ده اللي كان في 21 اصرح 21 واصرح 22 وامام مجمع السنهدرين في اصرح 23 والايات الاولى ودلوقتي بيقف امام كل من فليكس الوالي في اصرح 24 وامام الوالي فاستوس في اصرح 25 من 1 الى 12 وامام الملك اغريباس اصرح 25 من اية 23 الى اصرح 26 وامية 23 في كل هذه المحاكمات الخمس ترى تمثيلا واضحا للسلطة الدينية في اوريشاليم والسلطة السياسية في روما تعالوا نشوف مع بعض بولوس امام فيليكس في اصرح 24 والايات من 1 الى 12 اية 1 وبعد خمسة ايام انحضر حنانيا رئيس الكهنة مع الشيوخ وخطيب اسمه ترتولوس فعرضوا للوالي ضد بولوس في نهاية الاصرح السابق اصرح 23 رأينا فيليكس وقرأ الرسالة المرسلة من كوليديوس ووضع بولوس في السجن وبعد خمسة ايام من وصول بولوس الى قيصرية اتى حنانيا رئيس الكهنة مع الشيوخ بناء على امر من الامير كوليديوس ومعهم خطيب او محامي اسمه ترتولوس وعرضوا شكواهم ضد بولوس شفاهة او كتابة على فيليكس فجي الاتهام كالاتي بفم ترتولوس الكاتب او المحامي قال كده الايات من اتنين الى تسعة فلما دعيا ابتدأ ترتولوس في الشكاية قائلا اننا حاصلون بوسطتك على سلام جزيل وقد صارت لهذه الامة مصالحه بتدبيرك فنقبل ذلك العزيز في لغس بكل شكر في كل زمان وكل مكان ولكن لالا عوقك اكثر التمس ان تسمعنا بالاختصار بحلمك فاننا اذ وجدنا هذا الانسان مفسدا ومهيك فتنة بين جميع اليهود الذين في المسكونة ومقدام شيعة الناصريين وقد شرع ان ينجس الهيكل ايضا امسكناه واردنا ان نحكم عليه حسب ناموسنا فاقبل لسياس الامير بعنف شديد واخذه من بين ايدينا وامر المشتكين عليه ان يأتوا اليك ومنه يمكنك اذا فحصت ان تعلم جميع هذه الامور التي نشتكي بها عليه ثم وافقه اليهود ايضا قائلين ان هذه الامور هكذا يبدو ترتلس من اسمه انه شخص روماني واستخدموا اليهود لضرايته في رفع الدعاوي للولاة والحكام الرومانيين في الغالب كلام ترتلس هنا هو ملخص لما قالوا لفليكس استهل خطابه كمحامي قدير بالمتح والسناء على فيليكس الذي يصل الى حد الرياء والتملق على اي حال ما يخص كلامه عن بولوس فقد وجه لبولوس ثلاثة اتهامات الاول انه كان مسير للفتنة بين اليهود في كل الامبراطورية وده الحقيقة تهمة سياسية خطيرة جدا تهدد السلام المجتمعي لا سيما وقد اشار ترتلس الى هذا السلام في اية ثلاثة زي ما قال وهي نفس التهمة التي وجهت لبولوس ورفقاءه في تسالونيقي التهمة التانية انه مقدام شيعة الناصريين وكلمة شيعة تعني قطاع او حزب او مدرسة وقيلت عن الصدقيين وقيلت عن الفريسيين وحتى ذلك الوقت كان الكثير من الرومانيين يعتبرون المسيحيين حزب من الاحزاب اليهودية التهمة التالتة انه شرع ينجس الهيكل وطبعا هذه التهمة بترجع لاعتقاد اليهود انه ادخل توروثيموس الافاسوسي الى الهيكل والغريب في هذا الاتهام السالس ان اليهود حتما طيقنوا ان هذا لم يحدث ومع ذلك يأتونا بها امام فيليكس في الغالب لان ترتولس وشيوخ اليهود يعلمون خطورة هذه التهمة امام الرومان واللي اعطوا اليهود سلطات قوية للدفاع عن هيكلهم تصل الى حد القتل لمن تعدى على مقدسات الهيكل عشان كده ترتولس اضاف امسكناه واردنا ان نحكم عليه حسب ناموسنا وفي هذا ايضا كان كذب ترتولس واضحا اذ نسب العنف للامير كولوديوس ونفاه عن اليهود باعتبار انهم كانوا سيحاكمونه عدلا حسب الشريعة والحقيقة انه هم اليهود اللي امسكوا بولوس وجرواه خارج الهيكل وكانوا مزمعين ان يقتلوه ولما جه الامير هو اللي انقذوا منهم في ذلك الوقت فواضح الكذب والنفاق اللي كان فيه حديث ترتلوس هذا ثم انا ترتلوس مرافعته بطلب من فيليكس ان يتحقق من الامير كولوديوس صحة ما قالوا في شكواه ولاجل هذا اجل فيليكس البت في القضية لحين الاستماع الى كولوديوس وفي النهاية صادق اليهود الحاضرون على كلام ترتلوس ثم اعطي لبولوس الفرصة للدفاع فدافع نفسه في هذا الاصرح مذكور دفاعه من آية عشرة فاجاب بولوس از او ما اليه الوالي ان يتكلم وقال الاتي اني قد علمت انك منذ سنين كثيرة قاض لهذه الامة احتج عما في امري باكثر سرور وانت قادر ان تعرف انه ليس لي اكثر من اثنين عشر يوما منذ سعدت لأسجد في اوريشاليم ولم يجدوني في الهيكل احاجوا احدا او اصنع تجمعا من الشعب ولا في المجامع ولا في المدينة ولا يستطيعون ان يثبتوا ما يشتكون به الان علي ولكنني اقر لك بهذا انني حسب الطريق الذي يقولون له شيعة هكذا اعبد الى ابائي مؤمنا بكل ما هو بكتوب في الناموس والانبياء ولي رجاء بالله فيما هم ايضا ينتظرون انه سوف تكون قيامة للاموات الابرار والاسمة لذلك انا ايضا ادرب نفسي ليكون لي دائما ضمير بلا عصرة من نحو الله والناس وبعد سنين كثيرة جئت اصنع صدقات لامتي وقرابين وفي ذلك وجدني متطهرا في الهيكل ليس مع جمع ولا مع شغب قوم هم يهود من اسية كان ينبغي ان يحضروا لديك ويشتكوا ان كان لهم علي شكوى او ليقول هؤلاء انفسهم ماذا وجدوا في من الذنب وانا قائم امام المجمع الا من جهة هذا القول الواحد الذي صرخت به واقفا بينهم اني من جهة قيامة الاموات احاكم منكم اليوم اعمال 24 من اية 10 الى اية 21 طبعا الوالي فيليكس كان قد اشار الى بولوس ان يتكلم فبدأ دفاعه عن نفسه وفي البداية خاطب فيليكس معبرا عن سروره ان يحتج امامه ارجو ان احنا نلاحظ انه لم يبالغ او يتملق كما فعل ترتيلوس ثم بدأ يفند الاتهامات الموجهة اليه واحدا بعد الاخر اكد بولوس البداية انه لم يتسبب في مشكلة كان في اورشاليم لاجل العبادة لفترة 12 يوم وهي فترة قصيرة نسبيا لا يمكن معها عمل صورة او شغب او تمرد اتى الى اورشاليم كمتعبد وليس كمحرد لا يستطيع من يشتكون عليه ان يقدموا دليل انه كان سبب لمشكلة او حتى في مجتمع الهيكل او في المجمع او حتى في المدينة دي التهمة الاولى اللي نفاها التهمة التانية انه مقدام شيعة الناصريين وانكر انه يتبع شيعة كما يفهمونها لكنه يعبد اله اباؤه مؤمنا بكل ما هو مكتوب في الناموس والانبياء وليه نفس رجاء هؤلاء الاباء المؤمنين انه يدرب نفسه ليكون له ضمير بلا عصرة واضح ان بولوس لم يكن غارض وفقط اعلان ايمانه بل قصد انه هو يؤكد على اتفاقه مع الشعب الله في هذه الامور السمينة ايه هي انهم بيعبدوا مع النفس الاله اللي سماه الاه الاباء وبيؤمنوا بنفس الحق الناموس والانبياء وبيشتركوا في نفس الرجاء قيامة الاسمة والابرار ولهم نفس الاشواق ضمير بلا عصرة وبالاجماع لم يبتكر بولوس شيئا جديدا لكنه امين على ايمان الاباء والاجداد ده اللي اصد يقوله من هذا الدفاع لا ينتمي الى حزب او طائفة منحرفة فلا يختلف عنهم في عبادته في عبادته ايمانه ورجاءه وهدفه الا ان هذا الطريق اللي وجدوا بولوس واتبعه لانه اكتشف انه بيمثل امتداد طبيعي للعهد القديم رأى بوضوح انه كتب العهد القديم بتشهد ليسوع المسيح باعتباره من تحققت فيه موعية الله اما الاتهام التالت والخاص بنجاسة الهيكل انكرها الرسول بولوس تماما واوضح بامانة انه الهدف الرئيسي من زيارته لارشالين انه يصنع صدقاته قربين الصدقات هي العطايا اللي جمحها من كناس الامم لفقراء وريشالين والقربين هي الذبائح اللي كان يجب ان هو يقدمها للذين كانوا معه وعليهم نزر وده هو السبب من وجوده في الهيكل لم يكن هناك جمع غفير او شغب بل افراد معدودين من يهود اسية واستنكر الرسول بولوس غياب هؤلاء اليهود عن المحاكمة ليشهدوا ضده ان كان لهم عليه شيء وطالب الحضور ان يشهدوا ضده الان بعد ان برأه مجمع السنهدريم في اوريشالين فقط الصدقيون هم الذين اعتبروه مزنب لانه يؤمن بالقيامة فماذا قرر فيليكس اذا قرر فيليكس تأجيل الحكم في القضية بحجة الاستماع الى السياس عندما يجيه ويبدو انه كان مؤلم بامور المسيحيين في الغالب عن طريق امرأته اليهودية وقرر التأجيل ومع التأجيل امر انه يوضع بول استحت الحراسة وفي نفس الوقت يتمتع بنوع ما من الحرية ويسمح لاصحابه بزيارته وخدمته وربما كان من هؤلاء في لوبوس المبشر اللي هو موجود في قيصرية وتروفيموس الافسوسي وارسترخوس ولوقة الطبيب وتأجلت القضية وسنرى فيما بعد لقاء فيليكس ودروسيلا مع بولوس بمشيئة الرب هذا التاريخ المقدس يؤكد مرة اخرى الذي تعب والذين تعبوا ونحن دخلنا على تعبهم وفي الاسبوع القادم نكمل هذه المحاكمة والرب معكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر